فازت هيئة جودة التعليم والتدريب للمرة الرابعة بجائزة أفضل أداء للعام 2021 في التواصل مع العملاء ولكونها من بين أكثر الجهات الحكومية تفاعلا في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل نعم فالهيئة من خلال الفريق المشرف على متابعة نظام تواصل التابع لها أثبتت كفاءتها في سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى المقدمة من خلال نظام إلى جانب العمل المستمر على تنوع وسائل التواصل مع الجمهور والشركاء والأطراف ذات العلاقة بالتعليم والتدريب إذا أردت أن تقيم عمل مؤسسة حكومية ما فعليك أن تبادر في استشفاف رأي الجمهور حول آدائها فإذا خرجت بحسن الانطباع وجميل الأثر الذي تتركه المؤسسة المعنية في عقل طالبي الخدمة بعد حصولهم عليها بشكل واف عندها من المنطق أن يقابل الثناء بجميل التكريم وبعظيم المنح الذي قد يتجسد بمضمون جائزة حكومية رسمية لا تعطى إلا لمن استحق العلامة الكاملة بمعايير نظامية تعتمد على رضا العملاء بالدرجة الأولى وهيئة جودة التعليم والتدريب كانت قد ظفرت بجائزة التميز كأفضل آداء للعام 2021 في التواصل مع العملاء والشركاء وللمرة الرابعة منذ تأسيس الجائزة وذلك نتيجة ما بذلته من جهد منقطع النظير استمر دون كلل أو منل ترجمه على أرض الواقع أعضاء الفريق المشرف على متابعة نظام تواصل التابع للهيئة الذي أثبت كفاءته وجدارته في سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى المقدمة من خلال النظام إلى جانب العمل المستمر من قبل فريق الاتصال والإعلام على تنويع وسائل التواصل مع الجمهور والشركاء والأطراف ذات العلاقة بالتعليم والتدريب حيث أقدم الفريق على استطلاع آراء جميع الشركاء والاستفادة من التغذية الراجعة فيما يتعلق بعمل وخدمات جميع إدارات الهيئة بهدف تسهيل وتسريع وتجويد التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية وتحسين الخدمات المقدمة كأفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل لم تكن هيئة جودة التعليم والتدريب أن تنالها لو لنسجام رؤيتها مع السياسات الحكومية المعززة لحوكمة الآداء وبالأخص بتعزيز العلاقة مع العملاء والشركاء الاستراتيجيين والجمهور الأمر الذي دفع الهيئة وكباقي الجهات والمؤسسات الحكومية التي وضعت تميز في مقامها إلى تطوير العمل وتحقيق الرضا الكامل لدى الجمهور والمعنيين والأطراف ذات الشأن كافة بشكل حقق جملاً من التفرد والإبداع برعت في نزجها كل جهة حكومية لم ولن تألو أي جهد من أجل أن تظل في سماء التفوق والإيجادة في تقديم الخدمة المطلوبة للجمهور على الوجه الأكمل كتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات